السيد الرئيس فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية التي تعمل عليها حكومة المغرب في الصحراء وتنظيم الانتخابات التشريعية والأقالمية والمحلية على كامل أراضيها الوطنية بما في ذلك في الصحراء المغربية تؤيد بلاد مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تؤكد على مصدقيتها قرارات مجلس الأمن والتي اعترف بها عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة برغم من أن حسن نية المملكة المغربية في نزاع الصحراء لا تخفى على أحد إلا أننا نأسف لانتهاكات حقوق الأطفال والنساء في مخيمات تندوف هذه الأفعال مخالفة لمثل الأمم المتحدة وهي تغذي الإرهاب وتقود جهود السلام التي يبدلها المغرب أود ختما أن أشكر الحكومة المغربية على التسهيلات التي أمنها لبلادي لافتتاح قنصلية عامة لغينيا في دخلها هذه الفرصة تسمح ليس فقط بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة المغربية بل يسمح كذلك بتعزيز تواجد غينيا في المنطقة بغيات رصد الواقع والمشاركة بشكل أكبر في التسويات السلمية للمسألة موضوع الدراسة ستستمر بلادي في المساهمة بالجهود التي تبذلها الأسرة الدولية بغية التواصل إلى حل يفيد كل الأطراف وشكرا للمشاهدة